في هذه اللحظات أو في شروق مورنينغ من وخارج الجزائر إذن في الفقرة السيحية التي تهتم بالترويج لسياح داخلية فقرة ترافل التي تعودتم عليها يوم كل أربعاء إذن اليوم خصصناه للحديث عن موضوع تصنيف الجزائر كأفضل وجهة سفر محتملة لسياحة المغامرات في العالم للعقد القادم إذن أوضحت منظمة البريطانية British Backpackers Society في بيان لها أن جزائر تعتبر من بين أفضل الدول وجهة لسفر الخاص بالمغامرات المحتملة في العام القادم إذن أوضحت أيضا في بيان لها أن سياحة المغامرة والعدد الضعيف للمسافرين الذين يزورون جزائر اليوم قدرت أو فإن قدرات الصناعة السياحية الجزائرية لا مثيلة لها في أيامنا إذن كما أشارت منظمة أيضا أن تضم عدد خبراء عديد فقط نذكر أن المنظمة الرائدة في سياحة المغامرات تضم عدد من خبراء هذا النوع من السياحة في العالم إلا أنه من خلال سياسة حكومية مبتكرة مشجعة للسياحة وحملة دولية لتسويق الفعال يمكن للصناعة السياحية الجزائرية أن تسجل أرقاما عالميا في نمو خلال السنوات العشر القادمة هذا هو موضوع ترافل لنهار اليوم إذن يعتبر الرحلة العالمية خلد الجابيري صانع محتوى من بين المهتمين بزيارة جبال الأطلس الجزائري وزيارة الجزائر لإكتشاف مناطق الجزائر الخلابة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أسعد بانضمامي لخدمة السكايب صانع المحتوى الرحلة العالمية خالد الجابير صباح خير سيدي أهلا بك أهلا وسهلا وصباح النور نعم أهلا بك في الجزائر وبين جمهور الجزائري أهلا وسهلا إذن بداية نتكلم عن تصنيف الجزائر من بين الوجهات الأكثر طالبا في الأعوام القادمة من ناحية سياحة المغامرات خليني يقول طبعا الموضوع بدأ معي من خلال تغريدة للخطوط الجوية القطرية أعلنت عن موضوع أن الجزائر صنفت كأفضل وجهة لسياحة المغامرة وكوني مغامر على دراجة نارية حبيتني أن أخوف هذه المغامرة وكان رد عفوي على تغريدة الخطوط القطرية بأنني قلت لهم في هذه الحالة سأطلع هذه السنة بالدراجة النارية إلى الجزائر وراح أقوم بهذه الرحلة علما بأن مغامرة الجزائر كنت أقوم فيها في سنة 2023 ولكن بهذه المناسبة وبهذا الخبر الجميل قلت لابد أن أقوم فيه في هذا الخريف أو في الربيع القادم يمكن في أقصى يعني أنا نفهم من كلامك أن هذا التصنيف وهذا الخبر هو الذي حفزك لزيارة الجزائر طبعا الجزائر بالنسبة لي هي موجودة من ضمن المخطط على أن أنا رح أطلع لها لسنة 2023 لأن هذا العام أو عام 2020 كنت مقرر أن أطلع إلى العراق بالدراجة نارية ولكن بسبب الجائحة كورونا تم تأجيل هذا المشروع ولكن هذه السنة نتفاء الخير بأن 2021 يمكن بالتحديد في الخريف يكون الوضع أهدى وتكون الحدود مفتحت فرح أطلع إن شاء الله إلى الجزائر بالدراجة نارية ورح أقضي فيها تقريبا ثلاثة أشهر على أساس أن يكون عندي وقت أشوف كل الجزائر من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب نعم نذكر فقط المشاهدين بأن سيد خلد الجابر هو صانع محتوى أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بزيارة مناطق في العالم خليني نقول مناطق غير معروفة تقوم بزيارتها وأيضا وضع فيديوهات لتعريف بالسياحة في تلك المناطق حديثنا عن أبرز المناطق التي زرتها يعني وتجاربك الخاصة على السياحة العالمية بالنسبة لي أنا دائما رحلاتي تكون طويلة جدا يعني من فترة ثلاثة أشهر إلى ستة شهور ودائما في الرحلاتي عندي ستايل معين وهو السفر أغطي أكثر دول عدد ممكن من الدول من خلال رحلة واحدة على سبيل المثال سنة 2017 طلعت رحلة طريق الحرير بداية من لندن إلى بكين وهو طريق الفعلي والقديم وكانت مرورا بـ 19 دولة من ضمنهم هضبة التبت طبعا هذه بالنسبة لي كانت مغامرة مميتة وصعبة جدا ولكن تمكنت منها كذلك رحلة بين القطبين وهو أطول طريق متصل على كوكب الأرض يبدأ من ألاسكا إلى جنوب الأرجنتين عابرا خلال 15 دولة وبين القطبين هذه أنا سميتها بين القطبين لأنها من أقرب نقطة للقطب الشمالي إلى أقرب نقطة للقطب الجنوبي وهي مدينة أشوايا الأرجنتينية كان المثير في هذا الموضوع مريت في 15 دولة في 9 توقيت زمنية مختلفة خلال 4 فصول مختلفة فهذه كانوا أكبر رحلتين لي كذلك رحلة أفريقيا قلب الكوكب سميتها قلب الكوكب لأنها خارطت أفريقيا على شكل قلب الإنسان وهي في قلب الكرة الأرضية بل أنها قلب الكرة الأرضية النابض من جمال البلدان ومن جمال الطبيعة في أفريقيا نعم إذن فقط نذكر أنه حسب الفيديوهات اللي شاهدناها عبر صفحتك على اليوتيوب وأيضا الأنستغرام فإنك تقوم برحلات عبر دراجة نارية خاصة به طبعا معظم رحلاتي كلها على دراجة نارية ولكن هذا ما يمكن أن أستخدم دراجة نارية على سبيل المثال لما رحت فيرو وقفت الدراجة وكملت سواء على الأقدام أو من خلال المواصلات العامة فالدراجة نارية بالنسبة لي هي مجرد وطيلة المواصلات لإضافة نوع من المشقة ونوع من التحدي كوني أنا شخص أركب دراج في مشاوري اليومية فما يمنع أن أنا أسافر حول العالم بالدراجة نارية لأن الدراجة قد تصل إلى أماك مثلا على سبيل المثال الجبال الأطلس الحلو أن نخوض جبال الأطلس بالدراجة نارية فيه نوع من التحدي فيه نوع من المشقة فيه نوع من تحدي الأدرانالين ومغامرة حقيقية غير أن أنا لما أكون في طيارة وقاعد على كرسي أحب أن أنا أوقف مثل ما أبي أحب أن أصور ألتقط الصور أحب أن أخذ طرق نوعا ما وعرة وهذه طبعا تطلب لياقة بدنية عالية تطلب لياقة ذهنية وتركيز عالي وبالتحديد الكثير من الناس قالوا لي أن صحراء الجزائر تكون مختلفة لازم تحاسب دراجة نارية ولكن هذا ما يمنع أن أنا راح أدخل يعني ما راح أدخل طبعا كثير مناطق بالدراجة ولكن كوني راح أقضي ثلاثة شهور في الجزائر إن شاء الله راح تكون كل المغامرات اللي راح أقوم فيها ليست بالضرورة أنها بالدراجة نارية نعم طيب حدثنا فقط باختصار عن المخاطر التي تواجهها عند اكتشاف أي منطقة جديدة في العالم هي على حسب طبيعة العالم يعني في أماكن نفس أمريكا الوسطى مثلا كانت التحديات اللي كنت أنا أمر فيها مثلا بعض الدول كان فيها بعض التمردات الشعبية كانت بعض الدول طيب مني أن أنا أتركها فجأة بسبب أحداث تمرد تصير فيها بعض الدول فيها خطورة عالية مرات أن أنا فجأة ألقى نفسي في منطقة جدا خطرة وفي منطقة جدا وعرة فمهم جدا أن الواحد يتحلى بروح الصبر واتخال القرارة بالشكل الصحيح والقيادة قيادة الناس وليس قيادة الراجعة فمهم جدا أن الواحد يكون عارف كيف يصرب في هذه الأمور وبالذات لما الواحد يعمل في حدود الدول مرات الواحد أنا مرات أتم 14 ساعة إلى 20 ساعة عالق في بعض الحدود ولكن دايما أنا أقول للناس المؤمنين رحالة خلي دايما لازم تكون تصامتك هي سلاحك وتصامتك هي الأنطباع الأول مصافحة اليد بالذات مع السلطات وبالذات مع أهل البلد سكان محليين نعم على أي أساس تختار بلد ما لاكتشافه والذهاب له والقيام بزيارة مثلا على المعايير الجيولوجية أم الثقافية المعروفة بتلك المنطقة أنا كرحالة أنا عاشق للطبيعة فأنا بالنسبة لي ما أفكر في موضوع مستوى الأمان ولا أفكر في موضوع مستوى الطبيعة السياسية أو الطبيعة الجغرافية لا أفكر طبيعة تاريخية ولكن بالنسبة لي أنا كوني عاشق للطبيعة وعاشق للجبال وعاشق للصحاري فهذا هو هدفي الأول يعني أنا ما أستمع لتجارب السابقين أو لتجارب الآخرين من أجل أن أنا أروح يعني في كثير من الرحال يقول لك لا إذا البلد ما فيها أمان أنا مرح أدخلها ولكن بعض الدول الأسف يتم التطويق لها عنها خطرة وعنها غير مرحلة بزوار ولكن لما أكون موجود فيها أكتشف العكس تمام نعم طيب بما أنه أكيد تستهويك الجزائر للقيام بزيارة لجمال ومناطق الجزائر ما هي أبرز المناطق التي تعرفت عليها يعني قمت بالبحث قليلا عن مناطق الجزائر ما هي المناطق التي تود زيارتها في الجزائر بالتأكيد طبعا أنا أول شي أنا أعتبر نفسي سفرت فعليا للجزائر افتراضيا من خلال بعض المتابعين من خلال بعض الحسابات مثل حساب الجزائر عفوا من خلال حساب الجزائر ومن خلال بعض العلميين نفس نوال وهيبة يعرفوني على الكثير من المناطق يعني خلوني يعيش أن أنا في الجزائر من خلال الجزائرية ومن خلال التعاطي الجزائري والمسيطة والمدن أنا قريت كثيرا مدينة الجسور المعلقة مدينة الحب والجمال وعندي هدف أن أبدأ نقطة انطلاقة الرحلة هي من جبال الأوراس من هذه نقطة ستبدأ الرحلة إن شاء الله نعم أكيد أنصحك بإطالة فترة الرحلة في الجزائر لأن الجزائر معروفة بالعديد من المناطق الساحلية منها الوسطى والهضاب العليا والجبال وأيضا الصحراء الجزائرية وأنصحك أيضا بتعلم اللهجة الجزائرية قليلا إذن نعم شكرا جزيلا أنا قبل كل رحلة طبعا أستخدم هاشتاغ للترويج لكل رحلة فمثلا رحلة الجزائر رح يكونها هاشتاغين وهو زائر الجزائر والصعود إلى تسيلي لأن تسيلي هي هدفي من طفولتي من قراءة بعض الكتب عن كهوف تسيلي والنقوش والغاز تسيلي فهي هدفي من طفولتي إن إن شاء الله رح نكون في يوم الأيام لها فهذا هو الهاشتاغ الرسمي الصعودي إلى تسيلي نعم ستتمتع أكيد بجمال ومناظر الجزائر إذن شكرا جزيلا لك خالد الجابر رحال عالمي وأيضا صانع محتوى عبر مواقع تواصل اجتماعي شكرا ومرحبا بك في الجزائر في أي وقت شكرا مشاهدين الكرام ننتقل بكم على المباشر